اهلا بكم في النشرة الرياضية نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيلة سباق الخامس عشر لهذا الموسم والذي اقيم على كؤوس مجموعة الشريف ومصانع التاج وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخيرة وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة وعدد من اصحاب السمو وممثلية الشركات الراعية لسباق بالاضافة الى الجماهير المحبة لرياضة الفروسية وسباق الخيلة وتم تتوجي الفائزين في السباق الذي اجتمل على ثمانية اشواط فاز رئيس لجنة العلام الرياضية البحرينية محمد قاسم بمنصب رئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية ونائبا لرئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية لمدة اربع سنوات قادمة تفاصيل اوفا في سياق التقرير التالي حصل مرشح مملكة البحرين محمد قاسم على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية ليحظى بشرف الفوز برئاسة الاتحاد للدورة الانتخابية الممتدة من 2016 وحتى 2020 وجاء حصول قاسم على منصب الرئاسة بعد انسحاب منافسه الباكستاني امجد ملك الذي اكد في كلمة قصيرة على حالة الاجماع للجمعية العمومية على شخصية الرئيس الجديد خلفا للكويتي فيصل القناعي اهلنا الغيادة الرشيدة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس اللجنة المبينة البحرينية على هذا الانجاز لمملكة البحرين بفوزنا بمنصب رئيس الاتحاد الاسيوي ومنصبنا برئيس الاتحاد الدولة الصحافة الرياضية هذا المنصب سيضيف لمسيرتنا الرياضية والاعلامية الكثير وسيفتح لنا مجالات اكثر وسيكون صداة اكثر ايجابيا ان شاء الله بعد ان يتم تفعيل كل ما عرضناه في برامج عملنا في الفترة الاربع سنوات المقبل ان شاء الله فرصة نعطي الشباب نعطيهم فرصة للانجاز للعمل والبحرين تستاهل ما رح بعيد من الكويت رح البحرين لاننا من غرفة لغرفة لبيت الواحد نفس البيت بس هاي غرفة هاي غرفة فالحمد لله احتلال شخصية بحرينية قيادة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية هو تأكيد على مدى ثقة الاسرى الاسيوية بقدرة ابناء البحرين على تبوء اعلى المراكز الادارية في مختلف المواقع كما انه يعتبر تتويجا للجهود التي بذلها محمد قاسم في الارتقاء باعمال وبرامج لجنة الاعلام الرياضي في المملكة بالاضافة الى التفاعل البناء مع انشطة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية ودوره المتميز في تعزيز التعاون المشترك بين لجنة الاعلام الرياضي واللجان الاسيوية الاعلامية المختلفة من الشغلات المميزة في هذه الانتخابات انه كان فيه اتفاق قبل الانتخابات وهذا ندل على شيء ندل على ان محمد قاسم غام بعمل جبار خلال الشهر الاخيرة وحد كلمة الاسيويين خلف محمد قاسم وخلف المرشحين يعد فوز محمد قاسم برئاسة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية ثمرة من ثمان رعاية القيادة الرشيدة للحركة الاعلامية في المملكة وتسجيعها المستمر للكفاءات والكوادر العاملة في الحقل الاعلامي فالبحرين دائما ما تقدم كوادرها الشابة في مختلف المجالات والتخصصات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر